ادخل بعضا هو الدم ولا شيء غيره شاهد على القاتل ووسام للضحية ومثال حي على غياب الدولة وعلو قانون الغاب بالأمس كان تشاسب الهليجي يسأل عن ابنه ويتلمس خبرا عنه أو حتى دليلا على أنه حي بعد أن غيبته الميليشيات في تشرين الأول عام 2019 ما خافه الأب على ابنه راحه وضحيته مسلحان على دراجة نارية اختلال والد المكلوم على مرأة الناس في منطقة المعارض وسط العمارة بمحافظة ميسان ليتم أولاد المحام علي شاسب مرتين الأولى بتغييب أبيهم والثانية باختيال جدهم يد الإجرام الملطقة بالدماء ليست مجهولة على أحد في العراق فحتى الفقيد سبق وأن تحدث عن تعرضه لتهديدات مستمرة بعد أن أكد أن ميليشيا أنصال الله الأوفياء هي المسؤول عن اختطاف نجله لم يخل يوم من مناشدة شاسب لكشف مصير ولده حتى أنه أكد لمسؤولين حكوميين أنه الخاطفين مقر في الجادرية ببغداد كما أن الأدلة والشهود لدى محكمة ميسان أثبتت تورط ميليشيا أنصال الله بإخفاء نجله عندها تعهد الكاظمي كالعادة بإرجاع علي خلال أيام مر عام ونصف وما زال شاسب حطاب ينادي بابنه قبل أن يسكته رصاص الخاطفين لأنه أياسنا من الدول أياسنا من الحكومة أياسنا من القضاء أياسنا من كل واحد أكثر ما يدعو للغضب كان حديث شرطة ميسان عن اعتقال أحد الجنات ثم محاولة تضليل الرأي العام بجعل الجريمة الجنائية وتلك أحجية لا تقنع بشرا ولا حجرا في العراق الذي يشهد أعنف حملة تشنها الميليشيات على الناشطين ودويهم من حرم تاسب لهليجي من نجله أصر أن يحرمه من حياته أيضا فرحل مثقلا بالأسى كحال العراقي وأهله خلال ثماني عشرة سنة كانت الأشد بؤسا في تأريخه شكرا